أهلا بحضراتكم مرة تانية. خليني أتكلم عن خبر مهم جدا جدا بالنسبة لكل الشعب المصري. وده طبعا بعد استقبال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للسيد توماس بخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية. والخبر غايف الأهمية لأن في الحقيقة في موافقة رسمية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتقدم بطلب تنظيم أولمبياد 2036. وزي ما حرقكم شايفين كده الخبر على المستوى الرسمي ومن خلال الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية. وطبعا الموافقة من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي دي اندلت تدل على مدى اهتمام فخامته طبعا بالرياضة المصرية. وخصوصا نحن بصراحة في مصر عندنا بنية تحتية مميزة جدا جدا. ودي كمان بإشادة الراجل توماس بخ رئيس اللجنة الدولية. وطبعا الصور حراركم شايفينها في حضور طبعا معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. سيد طبعا توماس بخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية. بخلاف طبعا تواجد الدكتور مصطفى براف رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الإفريقية. ودكتور طبعا حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي للقوات اليد. والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية. اللي استقبلهم طبعا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. خبر جيد إن شاء الله بإذن الله نتمنى التوفيق لنا في هذا الملف اللي حيتم التقدم بيه بخصوص هذا التنظيم لأولمبياد 2026. إن شاء الله تبقى أولمبياد كايرو 2026. فبإذن الله حاجة مفرحة ودائما نتمنى الخير لبلدنا الحبيبة مصر.